الأداب الإسلامية أو الأخلاق السيئة المنهي عنها في الآيات الخارج لا يسخر قوم من قوم السخرية السخرية اثنين ولا تلمزوا أنفسكم يعني إخوانكم من حولكم اللمز اللمز ثلاثة ولا تنابزوا لو نعرف اللمز والتنابز حتى الناس يفهموا هنا أيضا أكثر اللمز هو ويلون لكلهما زيت اللمزة هذا الطعان العياب المختاب للناس دائما يعيدوا التنابز هو يكون بوصفهم بألقاب لا يحبونها وغير صحيحة ولا تنابزوا بالألقاب يقال المؤمن يا فاسق قد يقال المؤمن يا يهودي يا نصراني فهذه من أصعب ما عنده يعني ولا تنابزوا بالألقاب وقال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بعد الإيمان الإنسان آمن وأصبح مؤمن تقول له يا فاسق يا كافر يا يهودي يا نصراني يا مبتدع هذه الله عز وجل ذنبه قال هذا بئس من يفعل هذا الكلام ومن لم يتفى ولا كهم الظالمون تصور معي أبو عبد الرحمن بيت بيت قائم بتربية أو طبيعة العلاقة بينهم بالسخرية باللمز بالتنابز والله تأتينا في استشارات شيء كثير من هذا يا شيخ يعني قصدي يعني ما نذكر نسبة لكنه تأتي حقيقة يعني أشياء تؤلم النفس كيف هي تتعامل أباء مع الأبناء أو بين الزوجين يعني نعم تفضل حتى مع الزوجين نعم هذا كسر للشخصيات لا يمكن أن الشخص يبنى صح وهو يعيش هكذا تعود على السخرية كيف يواجه زملاء في المدرسة كيف يواجه المجتمع كيف يعد هذا بكرة لإنسان منتج موجه صحيح قائد يقود في أي مجال في خطب الجمعة في التعليم في الإعلام في غيره هذا كسر 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 في بيته أضف لو كان هذا منتشر في المجتمعات بسبب سوء الخلق الذي تم التعامل معه تعامل معه خلاص كسر كسر تماما هو تعود على لو أحد أثنى عليه يظن أن هذا يسخر فكيف لو كان هذا وضع عام خلال إعلام أو مؤسسات تربوية انتشر بينها السخرية التنابس بالألقاب اللمز فهذه الأشياء لا تصنع إنسانا ناجحا ولذلك الشريعة أغلقت هذه المنافذ مع أنها كلمات كلمات يظهر أثرها سبحان الله طبعا لا شك أن هذه الأشياء هي السبب اللي تخلي الحروب تحصل الربط بما قبلها بما قبلها وأيضا هذه تنفي الأخوة يا سلام تنفي الأخوة يعني هكذا يجيك البناء متكامل متسلسل جميل إذن لابد من التخلية من هذه القضايا التخلية أي العبارة تقول دائما التخلية قبل التحلية قبل التحلية أي نعم استفدناها منك على الجزء أنا رايح قضا في الزخير إذن أيضا إضافة لذلك الغيبة وسوء الظن اللي جاية بعدين نعم اللي جاية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن نعم إن بعض الظن إثم إثم يعني هذه بما ذكر عنها أن لا يمكن تظن بأحد مجرد توقع لا تظن بأحد سوء مجرد توقع أيضا هذا لو تعيش أنت في نفس المجتمع هذا كيف تتصل على أعمالك الآن كل ما فعل شيء تحتاج لك لابد تبرر عشان يفهمونك صح تحتاج تبرر يعني تصبح شخصيات مزدوجة مزدواجية لا تنتج اجتنبوا كثيرا من الظن الثقة غير موجودة الثقة غير موجودة رعيفة مهزوزة يعني اجمع هذه لها واجمع لها ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الله يعني هذا الشريع أغلقت كل هذه المنافذ ثم اختصرت هذا الكلام كل من بعد خطابات يا أيها الذين آمنوا إلى يا أيها الناس أنا خطاب عام إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَتَفَاخَرُوا الله لِتَتَبَاهُوا لِتَعَارَفُوا ثمَّ إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنَّا اللَّهِ أَتْقَاكُمْ حَسْم لهذه القضية حَسْم بألفاظ عجازية يعني شوف هذا الخطاب القرآني اتساع الخطاب القرآني يتسع بألفاظ قليلة بمعاني كثيرة وهذا نوع إعجاز وإيجاز ترجمة نانسي قنقر